موسيقى صحيحة المساء المشاهدين الكرام وهذه أبرز عنوان المسائية مرحلة جديدة في مصاري تدبير الحكومي بتعيين جلالة الملك للحكومة في صيغتها الجديدة وتقليص عدد أعضائها بأكثر من ثلث موسيقى وجلالة الملك سيترأس غدا افتتاح الدورة الأولى من السنة الشرعية الرابعة من الولاية الشرعية العاشرة وسيلقي خطابا بالمناسبة موسيقى علماء يحذرون في منتدى إقليمي ببرشلونة من الارتفاع المستمر لدرجات حرارة المنطقة المتوسطية وتراجع المياه الجوفية موسيقى وبطولة العالم الأمير مولاي الحسن للكايت سيرف كانت مناسبة للترويج لمدينة الداخلة كوجهة عالمية لعشاق الرياضات المائية موسيقى السلام عليكم وإهلا وسلام بكم ضمن آخر عرض إخباري لنهر اليوم مباشرة من القناة الثانية وقبل التفاصيل نشير إلى أن جلالة الملك محمد سادس سيترأس غدا افتتاح الدور الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة وسيلقي جلالته خطابا بالمناسبة أمام أعضاء مجلسي البرلمان سيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الثانية والنصف من زوال يوم غد الجمعة وأمث كان جلالته قد عين الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها حكومة مقلصة بأكثر من ثلث وستة وجوه جديدة في القائمة بينهم شباب ونساء زهير داودي يقصرح عليكم قراءة في الصيغة الجديدة لهذه الحكومة الصيغة الجديدة للحكومة التي استقبل جلالة الملك محمد السادس أمس الأربعاء أعضاءها تستهدف من خلال الكفاءات التي انضافت إليها ضخ آليات النجاعة في التقائية السياسات العمومية بما يضمن تجانسا وانسجاما وتنصيقا في تدبير الشأن العام هي إذن مرحلة جديدة في مصار التدبير الحكومي ولسيما في القطاعات الحيوية تنسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصاد للمواطنين ولسيما الأكثر هشاشة الحكومة في نسختها الجديدة مطالبة استنادا إلى تعليمات جلالة الملك الواردة في خطب جلالته بتسريع الإصلاحات الحالية أو تلك المعلقة من خلال تكريس الممارسة الفضلة للحكام والتواصل أكثر حتى يتمكن المواطنون من التعرف على كيفية تنفيذ السياسات العمومية وبهذا المعنى يتعين على الفريق الحكومي على وجه الخصوص التواصل بشكل أكبر حول قضايا تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل واستعادة الثقة في أوساط الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين المغاربة والأجانب هذه الحكومة ملزمة بالإنجاز وبالنتائج لأن هناك عددا من المشاريع الكبرى التي يجب إعادة إطلاقها والبعض الآخر من المشاريع يجب أن يفتح هذا دون إغفال الأولويات التي يجب إعادة تحديدها في السياسات العامة علاوة على ذلك ينتظر المغاربة من هذه الحكومة التي تم تعديلها وتنقيحها بناء على طلب جلالة الملك أن تتبت بسرعة قدرتها الإصلاحية وأن ترسل إشارات قوية للتعبئة وتسريع وطيرة عملها حتى يتسنى تلبية توقعات وانتظارات المواطنين الأمر استغرق حوالي شهرين حتى انتهى إلى تخفيض عدد أعضاء الحكومة بأكثر من الثلثة بما في ذلك إغاء كتابات الدولة وهذا التقلص من 39 حقيبة إلى 23 حقيبة سيسمح بتحديد المسؤولية بين مختلف الوزراء على نحو أفضل مع إحداث أربعة أقطاب كبرى بدلا من القطاعات المختلفة التي تم توزيعها بين الإدارة المختلفة وهكذا ضمت الحكومة المعدلة قطبة الاقتصاد والمالية وقطبة التعليم والتربية والتكوين والقطبة الاجتماعي وقطبة إدارة حكامات السياسات العمومية بالإضافة إلى ذلك تشغل النساء الآن وزارات في قطاعات مهمة مثل الإسكان والسياحة ومتابعة لهذا الموضوع يحضر معنا سيد محمد زيندين أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة حسن ثاني بمدينة أدر البيضاء أستاذ مرحبا بك شكرا على السيدة كما تابعت معنا في هذا التقرير نحن أمام هيكلة جديدة توازي بين الخبرات والكفاءات والانتماءات الحزبية وطبعا القصد والهدف هو حكامة جيدة وفعالية ونجاعة أداء المهام بدماء جديدة أليس كذلك؟ بلى يمكن أن نقول أننا نحن أمام حكومة سياسية قوية جدا لكنها منفتحة على الكفاءات الوطنية من عيار التقييد والغرض من هذه المسألة هو تحقيق النجاعة وتحقيق الفاعلية وتحقيق العمل الحكومي المتضامن والمتكامن مع بعضها البعض وهذا من أجل تجاوز الاقتلالات التي كانت تعتري الحكومات السابقة خصوصا حكومة سيد عبدالي بن كيران وحتى بنسبة الحكومة السعدية العثماني في صيغتها الأولى النتيجة لهذه الحكومة للكفاءات هي أنها حكومة تسعى إلى تجاوز الأعطاب السابقة وبالتالي الغرض من خلال تجميع القطاعات والغرض كذلك من ضخ دماء الكفاءات هو تجاوز الاختلالات التي اعتردت الحكومة السابقة هذا لا يعني أنه على المستوى السياسي أنه أمام حكومة سياسية بمتياز كبير لماذا؟ لأنه تم احترام الترتيب الأحزاب السياسية يعني عندنا ما يزيد على كنت تكلموا على 16 حزب أو على 16 عضو في الحكومة من الأصل الـ 24 كنت تكلموا كذلك على احترام مقاعد أو احترام النتائج الانتخابات 2016 بشكل ديمقراطي وده في مكسب للديمقراطية المغربية عندنا 7 بنسبة للبي جي دي عندنا 4 بنسبة للتجمع الطين الأحرار عندنا كذلك جوج بالنسبة للحركة الشعبية وحقبة واحدة لكل من الاتحاد الشاركي وكذلك الاتحاد السوري وهذا فيه كذلك تدعيم للمصار الديمقراطي المغربي نعم لاحظنا سيد فد تشكيل تراجع في عدد الحقائب الوزارية من تعدد 30 إلى 23 وتجميعا العدد من القطاعات الوزارية وحدف لكتابات الدولة كيف يمكن تقريب الصورة أكثر من هذه القطاعات التي ربما قد يفهم من تجميعها إلغاء أو انتقاص لبعض منها أول غرض من تجميع بعض الحقائب الوزارية هو إعطاء ديناميكية كبيرة جدا للعمل الحكومي هذا الاعتبار أن يمكن تكلم على الحكومة يمكن تكلم على فريق عمل كامل متكامل يعني كل واحد يخدم الاتجاه دي الأخر وبالتالي إلغاء بعض القطاعات مثلا تكلموا على إلغاء المجتمع المدني ليس إلغاء لأنه غير يجي مستقبلا الحديث على المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وبالتالي ما يمكن شوح التكرار ما بين عمل دي المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وما بين وزارة خاصة بالمجتمع المدني هذا من جهة من جهة تانية ممكن تلغيوها في الاتصال لأنه لدينا هيئتين دستورياتين تقومون بأدوارهم الطلاعية على هذا المستوى كنت تكلمون هنا على المجلس الوطني الصحفة وكنت تكلمون كذلك على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلا لاحظنا أنه كان هناك تخصيص دقيق وحصري بالنسبة للإستثمارات هذا الغرض هو أنه لدينا لجنة بين ويزارية نظرا للأهمية الكبيرة جدا لقطاع الاستثمارات فبالتالي ليس هناك تغييب لأي قطاع الغرض هو أنه التجميع يستهدف بالأساس أن تكون عندنا الفاعلية تكون عندنا النجاعة وتكون عندنا العمل الجماعي الحكومي إلا غير لاحظوا الساد أنه على المستوى الآن حكومات أو الهندسة الحكومية الحديثة أنها ترتكز بشكل كبير جدا على التقليص العددي وهذا كان مطلب شعبي كان يطالب بشعب مغربي وتم تحقيقه ولكن في المقابل تحقيق النجاعة والفاعلية إلا عندنا غير الجارة دينا إسبانيا الجارة دينا إسبانيا حكومة قوية جدا ولكن بخمسة عشر وزير وهذا يحقيق الفاعلية والنجاعة وكذلك مسألة مهمة جدا أنه يوضح لنا خارطة العمل الحكومي بوضوح بش ما يبقاش عندنا تضارف الآراء ما يبقاش عندنا وجود مخاطبين متعددين ما يبقاش عندنا تهرب من المسؤولية يعني عندنا كل قطع عنده وزير معين وبتالي كل واحد يتحمل المسؤولية ديناه بوضح سؤال أخير أستاذ لا شك أن تشكيل الحكومية الجديدة أبنت كما قلت عن انفتاح الكفاءات من دويئة الاختصاص في مجالاتها وأقصد هنا تحديدا حقائب الصحة والتعليم العالي والسياحة كيف تقرأون ذلك؟ القراءة الأساسية في هذه المسألة هو ضرورة تركيز على العمل الميداني اليوم ليس الغرض هو أنك تعطيك مسؤولية من أجل أنك تتمرس العمل الحكومي يعني من خلال الأبواب المغلقة اليوم لا بد من وجود تتبع ميداني للأوراش الأساسية المغريب يركز اليوم مشكلة كبيرة جدا على قطاعات حيوية اللي هي المجال الاجتماعي لأن المجال الاجتماعي هو المدخل الأساسي لتحقيق واحدة المصالحة كبيرة جدا والرهال الأساسي على هذه الحكومة أنها تحقيق لنا ثلاث أهداف أساسية أولا تنزيل نموذج النمووي ثانيا سريع وثيرة الورشة الجهوية المتقدمة لأننا فيه حتى عطور كبير جدا وثالثا وهذا هو الهدف المهم جدا هو التهيئ لمرحلة انتخابات 2021 وانتخابات 2021 لا يمكن أن نحقق فيها مصالحة قوية جدا إلا بدرد تركيز على القطاعات الاجتماعية لأن المواطن المغربي يريد أن يشاهد نتائج ملموسة سواء تعلق الأمر بالنسبة للصحة بالنسبة للسكن بالنسبة للتعليم وبالنسبة لقطاعات الشغل ومن هنا هذه الحكومة تسعى إلى أنها تعطي أهمية كبيرة للقطاعات الاجتماعية نظرا لأولوية التي يعطيها جهلات الملك لهذه القطاعات مرحبا سيد محمد زين الدين أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بمدينة ضربيض شكرا جزيلا لك مرحبا سيد على كل هذه التوضيحات مرحبا سيد وعقب الاستقبال الملكي أمس للحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها جرى اليوم برباط حفل تسليم السلط بين السيد خالد أيت طالب الذي عينه جلالة الملك وزيرا للصحة وسلفه سيد أنس الدكالي المتابعة لشيمال علام وزارة الصحة بنفس جديد مفاتيحها سلمت اليوم للبروفيسور خالد أيت طالب من قبل سابقه أنس الدكالي وجه جديد برهانات جديدة ستحصن من جودة العرض الصحي كيف لا وهو الذي خبر هذا القطاع الحيوي حاصل على الدكتورة في الطب بكلية الطب والصيدلة بمدينة الرباط شغل منصب مدير المركز الاستشفائي الحسن الثاني بمدينة فاس منذ سنة خمسة وألفين عرف بتفانيه ومثابرته وروح الإنصاد وما كان لمن عرفه عن قرب إلا أن يبرز خطاله الإنسانية وكفاءته المهنية هو أستاذ تعليم العالي تخصص الجراحة مشهود له بالكفاءة العلمية وكذلك الإدارية وهو باختصار رجل المرحلة هو متعدد الكفاءات في التدبير بحيث بأنه كل شيء يشهد له بأنه إنجينيور إنه الرجل المناسب في المكان المناسب عرف بصفته الإنسانية وميزته المهنية والعلمية كان طبيبا جيدا وجراحا متميزا يستمع دائما للمواطن وإلى المريض وكان قريبا منهما اشتغلت إلى جانبه لأزيد من عشر سنوات في كل اجتماعاتنا يذكرنا دائما بالواجب المنطبنا الكف ونازيه وإنساني عرفناه منذ مدة منذ ما جئنا إلى مدينة فاس في إطار هذا المشروع المستفى الجامعي الحسن الثاني بفاس ومن بعد فشخد المسؤولية المركز الاستفى الجامعي الحسن الثاني كان دائما كبير لنا على الكفاءة والاستطاعة لتشخيص الخلل القطاع الصحي قطاع حساس وتوصف الحلول الملازمة البروفيسور خالد ايت طالب 53 سنة متزوج وأبو لطفلين شغل أيضا منصب رئيس المجلس الإداري لمعهد الأبحاث حول السرطان ومنصب رئيس مصلحة الجراحة الباطنية بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بمدينة فاس شارك في العديد من المؤتمرات الدولية المهتمة بالطب وعديد الملفات الطبية الشائكة والمزمنة تنتظره على طاولة مكتبه الوزاري منهجه في ذلك كسب ثقة المواطن ورؤية تقنية من أجل الإصلاح وبالرباط أيضا تسلم اليوم السيد إدريس أعوشا الوزير المنتدى بلده وزير التربية الوطنية وتكوين المهني وتعليمي العالي والبحثي العلمي المكلف بتعليمي العالي والبحثي العلمي تسلم مهمه الجديدة وتفاصيل رفقة عبد الحميد المرابط بتسلم إدريس أعوشا مهم الوزارة المنتدبة المكلفة بالتعليم العالي من خلفه خالد الصمدي تكون دماء جديدة قد ضخت في شرائين وزارة التربية الوطنية الوزير الجديد بصم على مصاري مهني وأكاديمي مميز بحصوله على دكتور الدولة في اللسانيات والتربية من جامعة تكساس بهوستون وهو ما أهله لترأس جامعة الأخوين منذ عام 2008 لأساهمة في الأوراش الكبيرة الموجودة اليوم لنغضي بقطاع التعليم العالي والبحث الإلمي والسير به قدما حتى يسير متغيرة المجتمع سواء في المغرب أو خارجه لكي نتبع ونسير نصار الدول المتقدمة إدريس عوشا الكفاءة الأكاديمية البارزة التي تولت عددا من المهام من بينها منصب مستشار لدى أميديس للدراسات العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينتظره عمل شاق لتنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين في الشق المتعلق بالتعليم العالي أستاذ دريس عوشا والسيد جامعي محناك والجامعة المغربية تقلد عدد من المناصب عميد كلية الأذاب والعلم إنسان يديم كناس رأي جامعات الأخوين وستطع باش يموقع هالجامعة في المشهد الوطني ومشهد الدولي وستطع أيضا باش يصنف الجامعة الأخوين بالجامعات أهم الجامعات للنموذج الأمريكي مهام وتحديات كثيرة إذن تنتظر الوزير الجديد لإكمال مسيرة إصلاح التعليم العالي وفي مقدمتها تجديد العدة البداغوجية ومناهج التدريس تجويد التأطير الطربوي للطلبة والرقي بأداء الجامعات والمعاهد العليا فضلا عن تحريك عجلة البحث العلمي أيضا مدينة رباط شهدت اليوم حفل تسليمي الصلط بين سيد محمد بن عبد القادر الذي عينه جلالته الملك وزيرا للعدل وسلفه سيد محمد أجار جهان دبلالي بوزارة العدل تمت مراسيم تسليم الصلط بين كل من التجمعي محمد أجار والاشتراكي محمد بن عبد القادر الذي كان يشغل منصب الوزير المنتدى بالمكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العلمية ورش انطلاق ينبغي تعزيزه وينبغي خلق البيئة المناسبة لتطويره وكذلك سنواصل العمال على تحديث المنظومة التشريعية في المجال الجنائي وعلى تسريع وطيرة التحول الإلكتروني للتقاضي أساسي هو أن يتواصل مشروع الإصلاح ما حققناه في وزارة العدل هو مشروع كبير لأن العملية كانت هي تنزيل استقلال السلطة القضائية ونقل رئاسة نيابا العمام من وزير العدل إلى الوكيل العملي الملك لدى محكمة النقل بن عبد القادر من مولد واحد وستين تسعمائة وألف بمدينة تطوان حاصل على الإجازة في الفلسفة من كلية الأدب بيريباط والماستر في كل من علوم الإعلام والاتصال والدراسات الدبلوماسية المعمقة وعلى شهادة التخصص للسرك الدولي للتفاوض من المدرسة الوطنية للإدارة بباريز نبقى بيريباط التي نظم فيها كذلك اليوم حفلة أسلمي الصلط بين سيدة نزها بوشارب والتي عينها جلالة الملك وزيرة لإعداد ترابي الوطني والتعمير والإسكان وسياستي المدينة وسلفها سيد عبد الأحد الفاسي الفهري بوشارب تمنت في كلمة لها خلال هذا الحفل أن تكون الإنجازات في مستوى توجيهات جلالة الملك وتطلعات التي يتمنى جلالته تحقيقها للمواطني وحفل تسليم الصلط تم اليوم أيضا بالرباط بين سيد محمد أم كراز والذي عينه جلالته الملك وزيرا للشغل والإدماج المهني وسلفه سيد محمد يتيم مريم أملل مراسيم تسليم وتسلم المهام بين الوزير الصابق للشغل والإدماج المهني والوزير الجديد خطوة نحوض خدماء جديدة في هياكل الوزارة بقيادة الوزير الشاب ابن سوس محمد أم كراز أمل أننا نبينه أن الشباب المغربي فاشتت تعطاه فرصة كي يكون في المستوى ديال اللحظة وكي تكون عنده بصناف البناء ديال البلد وهذا هو المهم وهذا هو الأزوى ديال رسالة الكبيرة وإلا فإن وزارة الشغل أنا أعتبر أنها من بين الوزارة المهمة للاعتبارات كثيرة أولا عندها علاقة مباشرة مع الشباب مجموعة ديالبارة مجموعة جهة للشباب إن شاء الله سنشتغلوا عليها سنحولوا انطورها متزوج وأب لثلاثة أطفال محمد أم كراز المحام الشاب بهيئة أغادير حاصر على الماستر في قانون الأعمال هو كذلك الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية عدة أوراش أمامه لإتمامها في مجال التشغيل هنا أوراش الحمية الاجتماعي خاصة ما يتعلق بالقانون التغذير الاجتماعي ديال المستقبلين هنا بعض الأوراش القانونية ما يتعلق بالقانون للإدراع ما يتعلق بالقانون للنقابات ما يتعلق بالقانون للتعادل خاصة يعود نشوف كيف يخرج كأن السياسة الوطنية الصحة والسلامة وهي الآن بعدات الشهر ثم اعتمادها من قبل المجلسة طيب الشغل محمد أم كراز الوزير الجديد للشغل والإدماج المهني البالغ من العمر 34 سنة سبق وأن انتخب برلمانيا خلال الولاية التشريعية السابقة ضمن لائحة الشباب وكان أيضا عضوا بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب برباط دايما جرى اليوم كذلك حفل تسليمي السلط بين سيد الحسن عبيبا والذي عينه جلالة الملك وزيرا للثقافة والشباب والرياضة ناطقا رسميا باسم الحكومة وسلفيه في هذين القطاعين على التوالي كل من سيد محمد الأعرج وسيد رشيد الطالبي العالمي نتابع روبرتاج عبد الحفيد المنور الحسن عبيبا الذي عينه جلالة الملك محمد السادس وزير للثقافة والشباب والرياضة ناطقا رسميا باسم الحكومة حاصل على الدكتورة في تدبير الموارد البشرية من جامعة محمد الخامس بالرباطة سنة 2010 وقبلها دكتورة الدولة في الدراسات الجيوستراتيجية يعمل أستاذ للتعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء الحسن عبيبا عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري وناطقه الرسمي يخلف محمد الأعرج على رأس قطاع التقافة بعدما تم جمعها بوزارة الشباب والرياضة وفي حفل تسليم السلط يتعاهد الوزير الجديد بخلق دينامية جديدة في هذه القطاعات المهمة اعتزو يتزاز كبير بتقى الملوية السامية وتكليفي بهذه القطاعين المهمين قطاع الشباب والرياضة وقطاع التقافة وأعتقد أن التوجه العام هو الذي أعطى هذا الإدماج لما له من ارتباط في تأطير الشباب وكذلك في تأطير المجتمع بصفة عامة الحسن أبيابا تسلم المشعلة من تجمعي رشيد الطالب العالمي لمواصلة العمل في إطار تدبير قطاع حيوي في المجتمع وهو قطاع الشباب والرياضة الفترة المقبلة إن شاء الله ستكون فترة توجه جديد وتنزيل نموذج تلموي جديد ليكون المغرب دولة قوية صاعدة جمع وزارة التقافة ووزارة الشباب والرياضة في قطب واحد يأتي في إطار الهيكلة الجديدة للحكومة والهدفة إلى توحيد الجهود والتنسيق بين الغطاعات المتقاربة لضمان نجاعة أكبر والتقائية في البرامج وضمن الفقرة الاقتصادية الأسبوعية مع خالد مصطفاوي سنعرض لأهم تحديات الاقتصادية التي تنتظر الحكومة في صغتها الجديدة مصطفاوي ما هي طبيعة تحديات الاقتصادية؟ نتحدث أولاً على الصعيد الداخلي هشام تحديات داخلية كثيرة تنتظرها الحكومة الثانية لسعد الدين عتماني على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي أولاً عليها أن ترفع من نجاعة أدائها خاصة وأن عدد الوزراء تم تقلصه بشكل كبير ثانياً عليها أن تسرع واتيرة عملها نظراً لضيق الوقت حيث لا يفصلها سوى عام ونصف العام عن الانتخابات التشريعية المزمع يجرؤها عام 2021 ثالثاً عليها إظهار الإبداع والابتكار قصد الوصول إلى نتائج جمال موسى على صعيد التشغيل والحد من البطالة ومن الفوارق الاجتماعية والمجالية عليها أيضاً تنفيذ قانون المالية للعام المقبل بمزيد من الحذار نظراً لقلة الموارد المالية والارتفاع الاستثناء المرتقب في النفقات ارتفاع يقدر بأكثر من 15 مليار درهم مبلغ يتوزع بين الزيادات في الرواتب والتحويلات المالية إلى الجهات هشام نتحدث أيضاً عن التحديات لكن عن المستوى الخارجي هذه المرة هشام على صعيد الخارجي سيواجه الاقتصاد الوطني ظرفية غير مستقرة تتسم بالضبابية نتيجة الحروب التجارية والتوقعات من كماش الاقتصاد العالمي فضلاً عن تقلبات أسعار النفط التي لا يزال تأثيرها كبير على الميزان التجاري المغربي وعلى صندوق المقاصة لا ننسى أن غاز البطان ما يزال يتلقى الدعم من الدولة ينضف إلى هذا وذاك التقلبات المناخية نظراً للعلاقة القوية بين الانتاج الفلاحي ونمو الناتج المحلي الإجمالي والتسقطات المطارية في ظل هذه الظروف لا بد من الاعتماد على الطلب الداخلي وتشجيع على استهلاك المتوجات المحليات الصنع من خلال المضي قدماً في تحرير سعر صرف الدرام وجعله آلية للحد من الوالدات وتشجيع الصادرات وانتصاص الصدمات الخارجية المحتملة خالد أشكرك كنت معنا في الفقرة الاقتصادية الأسبوعية وكما أسلفنا في مستهل هذه النشرة جلالة الملك محمد نسادس سيترأس غداً افتتاح الدور الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولايات التشريعية العاشرة وسيلقي جلالته خطباً بالمناسبة أمام أعضاء مجلسي البرلمان سيبث مباشرةً ابتداءً من الساعة الثانية والنصف من زوالي يوم غد الجمعة حصيلة لا بأس بها طبعة هذه السنة التشريعية فرغم العدد المهم لمشاريع القوانين المصادق عليها إلا أن مصدر أغلبها من البردمج الحكومي مقابل ضعف حضور مقترحات القوانين وفي المقابل زخم كبير شهدته ديبلوماسية الموازية فيما الجانب الرقابي كان له حضور وازن روبرتاج مريم ملال ومصطفى السعدون منتوج تشريعي متواضع أثمرته السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة فرغم الإنتاج التشريعي والرقابي المضاعف الذي يعكسه عدد مشاريع القوانين المودعة بالبرلمان بما مجموعه 207 مشروع قانون 76 منها صودق عليها بشكل نهائي خلال هذه السنة التشريعية إلا أن مصدر أغلبها من الحكومة مقابل الخضور الضعيف للمبادرات التشريعية للبرلمانيين ومقترحات القوانين حصيلة دي المجيش المتواضعة في بعض الواجهات وبعض الجوانب والحصيلة المشرفة في جوانب أخرى في الجانب المتعلق بالإنتاج التشريعي تميزت هذه الدورة بالتصويت على 31 نص قانوني فيها ثلاثة دي المشاريع قوانين تنظيمية فيها قانون الإطار المتعلق بالطربية والتعليم فيها ثلاثة دي المشاريع فيها مقترحي قانون اثنين فقط للأسف وفيها 25 مشروع قانون عادي ما ميز السنة التشريعية المنصرمة أيضا التحدي الذي واجه كل من البرلمان والحكومة في آخر عمر الدورة الرابعية الأخيرة لإخراج جميع القوانين التنظيمية المكملة لتنزيل دستور 2011 دون أن ننسى المخض العسير الذي مر منه القانون الإطار للتربية والتكوين المصادقة على قوانين نوعية لطابع مجتمعي بطبيعة الحال وعلى رأسها القانون المتعلق بالأمازيغية وكذلك القانون التنظيمي الثاني المتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والتقافة المغربية ونحن على مشارف افتتاح الدورة الخريفية لسنة التشريعية الجديدة مشاريع قوانين لا زالت قيد الإعداد والنقاش والدراسة ستحاول المؤسسة التشريعية إخراجها لحيز الوجود أبرزها مشروع قانون المالية لسنة 2020 ومشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة الضريبية ومشروع القانون الجنائي ومشاريع قوانين تتعلق بإصلاح الإدارة بخصوص ملف وحدتنا الترابية وفي تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء أشاد الأمين والعام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بيتعاون الكامل للمغرب مع بعثة المينورثو وأوضح أن الأمم المتحدة لم تردخ لابتزازي البوليساريو واعتراضاتها بشأن بعثة المينورثو كما جدد المسؤول الأممي دعوته لاحترام حريته تنقل الأشخاص والبضائع في القرقيرات كما شدد أيضاً جوتيريس في تقريره على أن الوضع في الصحراء المغربية يتسم بالهدوء وأن استثمارات المغرب في أقارمه الجنوبية متواصلة إلى برشلونة هناك حذر العلماء خلال انعقاد أشغال المنتدى الإقليمي الرابع للاتحاد من أجل المتوسط من الارتفاع المستمر لدرجات حرارة المنطقة المتوسطية وتراجع المياه الجوفية بشكل مثير للقلق نتابع مراسلتنا دياليوبي ومين حدو برشلونة هذا الصباح على موعد مع تقرير شبكة خبراء المتوسط حول التغير المناخي والبيئي الكل يتآهب ليستقبل الأرقام المخيفة التي يحملها التقرير هنا في المنتدى الإقليمي الرابع للاتحاد من أجل المتوسط التقرير الذي سيقدم اليوم والذي انكب على أشغاله أزيد من ثمانين عالمين ينتمون لشبكة علماء البحر الأبيض المتوسط يدق ناقوس الخطر نظر للتأثير السلبي لتغيرات المناخية على منطقة البحر الأبيض المتوسط المعلومات العلمية التي حمل تقرير شبكة الخبراء يكشف أن درجة الحرارة بمنطقة المتوسط قد ارتفعت بنسبة 20% أسرع من المتوسط العالمي تقرير الخبراء حذر من ارتفاع مستوى سطح البحر والذي يحتمل أن يتجاوز المتر الواحد بحلول عام 2100 وضع يستدعي تكثف جهود حكومات الدول البحر الأبيض المتوسط سنقوم بدور تأثير هذه الجهود بناء القدرات الفنية للتعاطي والإعداد مشروعات جادة في هذا المجال حفظ صانعي القرار في بلدنا للتعامل بجدية مع منطقة من أكثر مناطق العالم تعرضاً لزهارة التغير المناخ حوض البحر الأبيض المتوسط وأحد بؤر تنوع البيولوجي على مستوى العالم حيث تسبب تحمض مياه البحر وارتفاع درجة حرارته في خسارة 41% من الحيوانات المفترسة الرئيسية بما في ذلك الثديات البحرية بينما الموارد المائية كما يشير التقرير إلى ذلك في تراجع يحتمل أن يصل إلى 15% سوف نناقش تفاصيل هذا التقرير مع صناع القرار النتائج الرسمية ليست لأجل تغيير معالمها وإنما لنتأكد من أن هذه المعلومات هي مفهومة لذى صناع القرار والخبراء من وزارات مختلفة الخبراء أشاروا أيضاً إلى أن الحرائق الضخمة التي شهدتها المنطقة خلال أربع سنوات خلت بسبب التغير المناخي تسببت في تدمير مساحة قياسية من الغبات مما أدر بتنوع البيولوجي وقدرة هذه الغبات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وفي اليوم الوطني للمرأة نستحضر تجربة النساء المغربيات في تشخيص واقتراح حلول لتدبير جيد للأحياء والمساهمة كمجمع مدني في رسم سياسات لتدبير جيد ومعقلن لها شأن المحلي والنموذج من الدار البيضاء ضمن الروبورتاج على الفتحمون هي نماذج لها واجس النساء في عيدهن الوطني وهن يقومن بتشخيص لواقع تدبير الشأن المحلي عبر آليات لرسد القطاعات التي ترى النساء أن لها أولوية وتعتبروا إشكالات حقيقية في معيشهن اليومية الأول هو الأمن يعني كان واحد الهاجس كبير بالنسبة للنساء الفضاءات العمومية نقص كبير في الفضاءات الخضراء بالنسبة الخاصة بالنساء كان مشكلة الثالث هو بالنسبة للتعاونية ومبادرة قصة الجمعية التضامن لهم ما عندهمش فضاءات ديالبيع ما عندهمش فضاءات في العرضون متوجد ديالهم ما كانش لي لوكو فين يخدمو يعني ما قررت ديالشتغال الإشكال الرابع هو الشغل الأنشطات اليدوية المديرة للدخل تعتبرها النساء مصدرا أساسي للتمكين الاقتصادي المؤدي للتأهيل الاجتماعي لنساء الحي عبر تجمعات اقتصادية صغيرة ما كان دير والو يعني ما عندي لتشي حاجة يعني كان حسراسي كان حسراسي زعم موالو صافة من بعد قررت أني نجي للجمعية الحمد لله وتعلمت من بعد دابة الحمد لله ولت عندي وحد صالر سألي أنا تبدل بزاف يعني كان خدم كان خدم للناس يعني كان سافد من غير جارب المهدي في النفسي بدينا تقريبا واحد عشر ديال الفام وكان معهم شاباب اللي يشتغلوا في هادة تعاونية هادوا مباشرين وخدمنا مع نصف وحد آخرين غير مباشرين تقريبا راشي 48 منصف شغل اللي مكوننا مع تعاونية مجموعين هنا البوصل إذن ومشروع يمتد لثلاثة أشهر ويشمل أهم عشرة أحياء بالدار البيضع يفسح المجال للنساء عبر أنشطة وورشات من مشاركة فعالة في تدبير الشأن المحلي سواء كمجرمع مدني أو كمستشارة داخل مقاطعة الحي مستقبلا أخيرا الدورة العشرة لبطولة العالم الأمير مولاي الحسن للكايت سورف المقامة في الداخلة كانت مناسبة لبعض شباب المدينة للاحتكاك بمحترفي هدي الرياضة ومن تم تشجيعهم على ممارسة الرياضات المائية والترويج للداخل كأحد أهم الوجهات العالمية لعشاق الرياضات المائية زكريا عبد النجيد ونزر بحوت هم مجموعة من شباب مدينة الداخل الذين تستهويهم رياضة الكايت سورف جاءوا للاستفادة من تجربة المشاركين والمنظمين لبطولة العالم للكايت سورف من خلال الاحتكاك بأعضاء اللجنة التنظيمية والمساعدة في القيام ببعض المهام التي يشرف عليها مختصون في تنظيم المسابقة الدولية أنا جد سعيدة للمشاركة ضمن اللجنة التنظيمية لبطولة العالم للكايت سورف ومتحمسة لتأسيس ناد لهذه الرياضة داخل مؤسستنا والذي سيفتح أبابه قريبا بشركة مع بعض الفنادق وأشهر مدربي رياضة الكايت سورف بالدخل هذا الانخراط هو ثمرة شركة بين المدرسة الوطنية للتجارة والتسهير وجمعية لاغون الداخل التي تشرف على تنظيم هذه المسابقة الدولية الهدف تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة المائية والإسهم في إشعاعها ارتهنا هذه السنة على أن نشجع طلبة لإحداث مكلب كايت سورف كايت سورف هذه الرياضة المائية التي هي معروفة بمدينة داخل وعلى صحيح العالمي ولما لا ندمج طلبة المؤسستة في هذه الرياضة وفي هذا الإطار نقوم باتفاقيات شركة مع مجموعة من الفاعلين نحاول أن نخلق لهؤلاء الشباب فرصة للنقاش والاستفادة من خبرات اللجنة المنظمة للتعرف أكثر على رياضة الكايت سورف وممارستها والتعريف بها وكذا التسويق للدخل كوجهة عالمية لهذه الرياضات المائية النسخة العشرة لبطولة العالم الأمير مولاي الحسن للكايت سورف مناسبة سانحة للاحتكاك بالمحترفين الكبار الذين يشارك أكثر من مائة منهم ضمن هذه المسابقة المؤهلة لإنهائية كأس العالم وقبل الختم بين أبرزين ما ورد في مسائية هذه الليلة وزارة القصورية الملكية والتشريفات والأوثمة أعلنت اليوم في بلاغ لها أن جلالة الملك محمد سادس سيترأس غدا افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة وسيلقي جلالته خطابا بالمناسبة أمام أعضاء مجلسي البرلمان سيبثوا مباشرة على أمواج الإداعة وشاشة التلفزاء ابتداء من الساعة الثانية والنصف من زوال يوم غد الجمعة هاية هو المسائية من لكم أجملة تحايا وفي أمالها ترجمة نانسي قنقر